أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها لكن الاتحاد في الوقت نفسه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك تصرحات أتت غدا تأعلان شركة جازبروم الروسية إغلاق خط نورد ستريم واحد الذي ينقل الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى خلق الأزمات مصطلح جديد تشهده الأزمة الأوكرانية بأطرافها المتعددة فكما وجدت أوروبا في العقوبات الاقتصادية على موسكو السبيل الأمثل لمواجهة عملياتها العسكرية على أوكرانيا وجدت موسكو أن سياسة المنع هي السبيل الأمثل لإجبار الأطراف الأوروبية على التراجع خاصة في ملف تصدير الغاز الذي يعد العنصر الأهم للاقتصاد الأوروبي خاصة مع اكتراب بفصل الشتاء آخر حلقات التصعيد بين المعسكر الروسي والأوروبي جاء بإعلان شركة جازبروم الروسية إغلاق خط نورد ستريم وون الذي ينقل الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى مشيرة إلى أن التوقف جاء بسبب وجود أعطال في التوربين الرئيسي على امتداد خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا خطوات خلق الأزمات بدأتها أوروبا واستمرت موسكو في التعامل بها حيث أعلنت وقف إمدادات الغاز إلى القارة العجوز بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي مساعيه لتحديد صقف لسعر الغاز الروسي في محاولة منه لمنع الرغبة الروسية في تحقيق مكاسب اقتصادية تكون تعويضا للخسائر التي تكبدها الاقتصاد الروسي جراء العقوبات الأوروبية ورغم إعلان عدد كبير من الدول الأوروبية تحقيق احتياطيات كبيرة من الغاز وصلت في المتوسط إلى نحو 80% إلا أن دول أوروبا أصبحت تبحث مع مورد جديد للغاز والتوسع في استخدام المفاعلات النووية من أجل توليد الطاقة حيث أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية أن عملاق القهرباء الفرنسي EDF سيستأنف العمل في جميع مفاعلاته النووية بحلول الشتاء لمساعدة الدولة خلال أزمة الطاقة واسعة النطاق والتي تفاقمت جراء الأزمة الأوكرانية وتحمل روسيا العقوبات الغربية المسؤولية وراء انقطاع إمدادات الغاز فيما وجهت الدول الأوروبية أصابع الاتهام مرة أخرى إلى موسكو متهمة إياها باستغلال أزمة الطاقة كسلاح في حرب العقوبات الطاحمة بين الجانبين على خلفية الأزمة الأوكرانية مستبعدة أن تعيد موسكو ضخ الغاز عبر نورستريم وان مرة أخرى لتحقيق المزيد من الضغط على دول القارة العجوز ترجمة نانسي قنقر اشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وأشار بلينكين إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو حرمان روسيا من الإرادات لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا مع خفض أسعار الطاقة العالمية مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا موسيقى موسيقى قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرافاييل جروسي إنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن زيارة بعثة الوكالة إلى محطة سابوروجيا الطاقة النووية الثلاثاء المقبلة وأضاف جروسي خلال مؤتمر صحفي بمطار فيينا بعد عودته من أوكرانيا أن الوكالة تحاول تقديم تقييم متعمق للوضع في محطة سابوروجيا مؤكدا أنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء يلخص فيه الاستنتاجات وما يدور في المحطة كما لفت إلى وجود وضع فريد وغير مسبوق هناك والمحطة التي يسيطر عليها القوات الروسية أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سخوي 25 في منطقة خيرسون يأتي ذلك فيما اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ محاولات إنزال على محطة دابوروجيا النووية رغم وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانبها أعلنت الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة دابوروجيا تعرض المحطة النووية لقصف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة وأضافت سلطات دابوروجيا أن قذيفة سقطت بين المفاعلين الثاني والثالث بينما سقطت ثلاث قذائف أخرى على بعد 400 متر شرقي محطة سابوروجيا مؤكدة أن القصف أدى إلى قطع خلط الكهرباء عن المحطة كما أشارت إلى أن المحطة النووية تعمل حاليا على المولدات الاحتياجية أعلنت سلطات في منطقة دونتسك مقتل خمسة مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف عدة نقاط بالمنطقة وأوضحت السلطات أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف مدن وبلدات في المنطقة مشيرة إلى مقتل نحو 880 مدنيا وإصابة أكثر من 2900 آخرين جراء القصف الأوكراني منذ بداية العام الجاري أعربت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تمكن وفدها من حضور اجتماعات للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الجاري وفي رسالة وجهتها روسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنيزيا إن الممثلين الروس البالغ عددهم حوالي 56 لم يتلقوا أي تأشيرة دخول الولايات المتحدة قبل أسبوع من الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة مؤكدا أن الأمر نفسه ينطبق على الصحفيين أعلنت الأمم المتحدة أن مركز تنصيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج قد منح الإذن بمغادرة ثماني سفن تجارية من موانئ أوكرانيا إحداها تحمل 31 ألفا وأربعمائة طن متري من القمح ومن المتوقع أن تتحرك سفينتان أخريان كان قد تأخر موعد مغادرتهم اليوم لتتحرك في الأيام المقبلة وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية الثلاث المتفق عليها في المبادرة بلغ حتى أمس نحو مليون و 766 ألفا و 531 طن متريا وذلك من خلال 160 رحلة ترجمة نانسي قنقر